رفض نظرية ولاية الفقه تتم للفصل الثاني من الباب الخامس وكان المعتزلة والزيدية في القرن الرابع الهجري قد طرحوا نظرية ولاية الفقه أو ما يشبهها يعني على الشيعة الإمامية الاثنى عشرية خاصة في ظل الغيبة الكبرى ولكن الالتزام بنظرية التقية والانتظار منع الأجيال الأولى من قبول نظرية ولاية الفقه ودار نقاش حامن بين الطرفين حول هذا الموضوع وقد نقله الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه إكمال الدين حيث نقل مقتطفات من كتاب الأشهاد لأبي زيد العلوي وكتاب علي بن أحمد بن بشار حول الغيبة وولاية الفقه وردي عبد الرحمن ابن قبة عليهما وطالب ابن قبة بالعودة إلى موضوع النص والشورى حول خلافة رسول الله مباشرة قال تعالوا نبحث موضوع النص والشورى من أول يوم بعد وفاة رسول الله هل الشورى صحيحة أم النص صحيح فإن ثبتت هناك ولاية الفقه يعني أو الشورى فإن ثبتت هناك بالنص فإن الخلافة والإمامة لا بد أن تثبت بالنص في كل زمان وقال إذا ذكروا الحجة الصحيحة فننقلها إلى الإمام في كل زمان لأن النص إن وجب في زمن وجب في كل زمان لأن الألل الموجب له موجودة أبدا وهي الحاجة إلى إمام معصوم فإذا كانت الحاجة في تلك الأيام موجودة فهي موجودة هذه الأيام أيضا ولذلك لا بد أن ينص الله على الإمام ويعينه تعيينا يعني ولا يجوز أن نقوم نحن باختيار الإمام بالشورى ولما كانت الشورى المباشرة بعد الرسول باطلة في نظر الإمامية فقد استصحب ابن قبة بطلانها في كل العصور ومنها بطلانها في عصر الغيبة وأجاب بذلك عن سؤال الزيدية من الإمامية لماذا لا يقيمون الحكومة في عصر الغيبة قالوا ما نحن ما نقدر مستحيل هذا نقوم بالعمل لأن ذلك يتطلب خروجا من النص وعود إلى الشورى الباطلة الباطلة في نظره يعني وقال ليس يقوم عندنا مقام الإمام إلا الإمام ما فيه واحد آخر فقيه ولا إنسان عادي ولا مرجع أبدا ما يجوز هو يأسس دولة وحكومة ويقوم بذورة وروا الشيخ المفيد عن عمر بن أبي المقداد عن جابر الجعفي قال قال لي أبو جعفر يا جابر ألزم الأرض ولا تحرك كدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك ولذلك علق المفيد مسؤولية الإصلاح على الإمام الغائب فقال إنه إذا غاب الإمام للخوف على نفسه من القوم الظالمين فضاعت لذلك الحدود وانهاملت به الأحكام ووقع به في الأرض الفساد فكان سبب لذلك فعل الظالمين دون الله عز وجل وكان المأخذين بذلك المطالبين به دونه يعني هو افترض وجود إنسان وأن هذا هو إمام وافترض أنه يعني علق عليه كل العمال وألقى باللوم على الله تعالى الله أراد ذلك يعني وكان تلميذ الشيخ المفيد الشريف المرتضى علم الهدى اتوفى سنة 436 يعتقد بأن مهمة إقامة الأئمة تقع على عاتق الله وليس على عاتق الأمة وأن ذلك لا يسوغ لها ما يجوز يسوي حكومة وتعين إمام وأن مهمة إقامة الأمراء تقع على عاتق الأئمة وأنها من فروضهم وعباداتهم التي يختصون بها ومن هنا فقد حرم السعي لتنصيب الإمام وتشكيل الحكومة الإسلامية في عصر الغيبة كما يقول لأن ذلك ليس بأيدينا وإنما بيد الله فلابد من الانتظار وقال ليس إقامة الإمام واختياره من فروضنا فيلزمنا إقامته وطبعا الشريف المرتضى ذهب وبايع الخليفة العباسي القادر بالله والقائم بالله بعده عندما هو يعني يلغي إمكانية الإمامة والقيام بثورة يضطر أن يقبل بأمة الظالمين ويبايعهم على رأيه وهذا ما يؤكد وصول نظرية الإمامة الإلهية والقول بغيبة الإمام الثاني عشر إلى مأزق تاريخي كبير أدى إلى تغييب الشيعة الاثنى عشرية عن مسرح التاريخ نأتي إلى الأمر المعروف أن هي المنكر وبعدما ألغى الشيخ المفيد ومنظره الاثنى عشرية فكرة إقامة الدولة من قبل الشيعة في عصر الغيبة كان لابد من أن يلغي كل ما يتعلق بها من أعمال وعلى رأسها مهمة الأمر بمعروف أن هي عن المنكر التي تحتاج إلى قوة ما عدا القيام بذلك باللسان والقلب وحسب ما يقول الشيخ المفيد ليس له القتل والجراح إلا بإذن سلطان الزمان المنصوب لتدبير الأنام أي الإمام الغائب فإن فقد الإذن بذلك لم يكن له من العمل في الإنكار إلا بما يكع بالقلب واللسان من المواعظ بتقبيح المنكر والبيان عما يستحق عليه من الإقاب والتخويف بذلك وذكر الوعيد عليه وباليد ما لم يؤدي العمل بها إلى سفك الدماء وما تولد من ذلك من إخافة المؤمنين على أنفسهم والفساد في الدين فإن خاف الإنسان من الإنكار باليد فلم يتعرض له وإن خاف بإنكار اللسان أيضا ما ذكره أمسك عن الإنكار به واقتصر على إنكاره بالقلب وقال أن الأمر بالمعروف وأنه يعني المنكر باللسان فرضا على الكفاية بشرط الحاجة إليه لقيام الحجة على من لا ألم لديه إلا بدكره أو حصول الألم بالمصلحة به أو غلبة الظن بذلك فأما بسط اليد فيه فهو متعلق بالسلطان وإجابه على من يندبه له وإذنه فيه ولن يجوز تغيير هذا الشرط المذكور وهو مذهب متفرع على القول بالعدل والإمامة دون ما عداهما وقد أدى هذا الموقف السلبي من قانون الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى تكريس ظاهرة الانسحاب السياسي عند عامة الشيعة الإمامية وضعف المشاركة في التغيير الاجتماعي إقامة الحدود وبالرغم من أن إقامة الحدود تعتبر أيضا من أعمال الدولة ويشترط في إقامتها إذنه الإمام إلا أن الشيخ المفيد أجاز لفقهاء الشيعة إقامتها في عصر الغيبة بدعوى التفويض لهم في ذلك من قبل الأئمة وقال فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى وهم أئمة الهدى من آل محمد عليه السلام ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان فمن تمكن من إقامتها على ولده وعبده لم يخف ولم يخف من سلطان الجور أضرارا به على ذلك فليقمها ومن خاف من الظالمين اعتراضا عليه في إقامتها أو خاف ضررا بذلك على نفسه أو على الدين فقد سقط عنه فرضها وكذلك إن استطاع إقامة الحدود على من يليه من قومه وأمن بوائق الظالمين في ذلك فقد لزمه إقامة الحدود عليهم فليقطع سارقهم ويجلد زانيهم ويقتل قاتلهم وهذا فرض متعين على من نصبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته له أو الإمارة من قبله على قوم من رأيته فيلزمه إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام والأمر بمعروف النهي عن المنكر وجهاد الكفار ومن يستحق ذلك من الفجار ويجب على إخوانه المؤمنين معونته على ذلك إذا استعان بهم ما لم يتجاوز حدا من حدود الإيمان أو يكون مطيعا في معصية الله تعالى شيخ المفيد بعد كان أول يعني مرحلة التنظير لفكرة الغيبة وفكرة الانسحاب السياسي تماما قال ببعض الأمور ولكن تلامدته الذين ساروا على السكة التي وضعها تطوروا أكثر وانحذروا سلبا أكثر فقد علق السيد المرتضى الشريف المرتضى تطبيق الحدود حال الغيبة حتى يظهر الإمام الشيخ المفيد قال يعني ممكن واحد يطبق الحدود أما تلميذه الشريف المرتضى فقال لا أبدا ميجوز علق تطبيق الحدود حتى يظهر الإمام وقال في رسائله عند كتاب اسم الرسائل إن ظهر الإمام والمستحق للحدود باقن وهي ثابت عليه بالبينة والإقرار استوفاها منه وإن فات ذلك بموته كان الإثم على من أخاف الإمام وأجأه إلى الغيبة وليس ينسخ الشريعة في إقامة الحدود لأنه إنما يكون نسخا لو سقط فرض إقامتها مع التمكين وزوال الأسباب المانع من إقامتها وأما مع عدمه والحال ما ذكرنا فلا ونفع أن تكون الأمة مخاطبة بتنفيذ الحدود حتى تكون مذمومة بتضيعها وقال إن إقامة الحدود من فروض الأئمة وعباداتهم التي يختصون بها هاي مو شغلنا أيضا ورفض تلميذ المفيد الآخر الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة اعتبار تجميد الحدود في عصر الغيبة بمثابة السقوط وأصر على أنها باقية في جنوب مستحقها فإن ظهر الإمام ومستحقوها باقون أقامها عليهم بالبينة أو الإقرار وإن كان فات ذلك بموته كان الإثم في تفويتها على من أخاف الإمام وألجأه إلى الغيبة ولم يعتبر ذلك نسخا لإقامة الحدود لأن الحد إنما يجب إقامته مع التمكن وزوال المنع ويسقط مع الحيلولة وإنما يكون ذلك نسخا لو سقط إقامتها مع الإمكان وزوال المانع نفس الكلام الشريف المرتضى يعني بالحقيقة وقال الطوسي في النهاية أيضا كتاب النهاية أما إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إلا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالى أو من نصبه الإمام لإقامتها ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال وطبعا انعكس هذا الموقف السلبي حتى على صلاة الجمعة الشريف المرتضى والشيخ الطوسي وآخرون ألغوا صلاة الجمعة بعد ذلك واشترطوا إذن الإمام الخاص أو هو نفس يعني إذن نائبه وسوف نتابع في حلاقة أخرى عن تطور فرضية النيابة العامة عن الإمام المهدي في ظل الغيبة الكبرى ترجمة نانسي قنقر